مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي يعني الفئران غادي ديو الانانيب إنما الفضلات ديال الفئران كاز دي الانانيب يعني كما كتشوفوا معايا طريقة ديال التخزين ديال الاكل يعني شحلم واحد كي دير مزال نغيشي صاك بحالة الشكل نظر ما أنا كنعلق واحد صاك كندير فيه يعني إما السيكاليم إما الدراء إما إما الحبوب اللي كنعطيها لهد الانانيب سلمو كيوقع أنه إلا كان عندك شي إحنا كنقوله ديك سغايد عاو فئران الفئران خاتكو معلق لهم الساق الفوق كي يوصلوه كيوقو ياكلو منو ديك شي اللي يكلاو متلا ما كتشعرش بهم كتقول كتشد يعني العلف ديالك كتعطيه الانانيب ديالك ولكن ما كتكونش عارب اللي رامخلط معا واحد الفضالة واحد النوع من الفضالات ديال بدلان يعني الفئران الفئران ايضا إذا لم التكنوا سلم هدوك الفئران ممكن ولكن كما يقول واحد المثال ماشي كل مرة كتسلم الجراء إلا كانت بنسبة يعني واحد في المياه شي شي يعني بقل في إيران يكون مريض ممكن أن هادوك الفضلات دياله وإلا نشتك لها كلاوها الارني ديالك غادي يمرضولك وما غا تعرفش منهاش لابن المشكل ان هادوك سموم سموم غادي يكونوا يعني في الجهاز زيال هادمي ديالهم كتقول أنا يا ما عطيتهم شي حاجة اللي غادي تضرهم ورغم ذلك يموتولي ما عرفتش علاش إذا ما هو الحل حنا نشوفو أولا طريقة التخزين طريقة التخزين ما تديروش سيكان بحال هادشكل يعني صاك وتديرو فيه إما يكون محطوط بالأرض إما معلي بهذا الطريقة هذي راه الفقر غادي يوصلوا يوصلوا ما تديروش مثلا تطعصة بحال هادشكل هادا وتقولوا أنا غادي نحط فيها وغادي ندير يعني الارني بديوا ولي غادي نعطيهم بهذا الشكل هادا العلف ديالهم أنا غادي نوريكم كيفاش خسكم تخزنوا هاد 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 العلف ديال الأرنيم إذا تابعوا معي الطريقة إذا كما كنت شوفو معايا عندي واحد البوديزة كبيرة هنتم موكن دير فيها جميل أنواع ديال العلف هنتم موكن السيكاليم ها هو إلا لحظتم معايا راني ديرو فين فاد البوديزة هادي كتتسد بإحكام ميمكنش الفار يوصلها كين هاد الحجم هاد وكاين هاد الحجم هاد كذلي عندما بتها هاد البوديزة هادي لحسب الناس على الحسب الاستطاعة موهم حتى هادي هادي ها ندير فيها دير الميكيال باش نعطيهم موهم هادي ممكن اقترش عليها لحرارة لابرودة ممكن أنكم تسدوها بهذا الفينتاج بإحكام وصافية ما غاديش يبقى يوصلها الفيران وخايب الفار يبغي يوصلها ما غاديش يقدر يدخلها لداخل إذا هادي طريقة سهلة أرنا دبا نشوفو كيفاش ممكن نحميو الآن بديونا من هاد هاد السموم هادي مباشرة خاص يكون عندكم مضاد سموم يكون عندكم في المنزل ديالكم شحام وعد غادي يقول لي ما غادي نجيبوه أي ما غادي في الثامان كي غادي نديرو موضاد سموم عندكم في البيت ديالكم وراه رخيص رخيص في الثامان موضاد سموم ممكن أنكم تسعملوا جوج ديال الحوايش الخل يعني معلقة ديال الخل ديروها لهم في فيطرو ديال الماء مع نصف معلقة ديال بيكاربونات سوديوم هذا راه مضاد سموم يعني مخير وجد جد فعال يعني لمشي تدرتوها الخلطة هادي وعدتها لهم مثلا يعني هي كاحتياط هي كاحتياط في نفس الوقت بيكاربونات سوديوم كي يسهلهم العملية ديال الهضم في نفس الوقت الخل كي يحميلهم الجهاز الهضمي ديالهم وكيوليوا يعني كي يكلوا معاكم زيان يعني هاد الموضوع هدا خسنا نديرو فيه الاحتياطات وخسنا نديرو فيه العلاج يعني الاحتياطات هو التخزين طريقة ديال تخزين ديال العالف والاحتياطات وهو مضاد السموم اللي هو الخل هادي الخل اللي كي ديال الماء إذا ماشي شي خل غالي ولا ركي يدير ربع الدرامونس يوح لكمية كبيرة ثم غديرو غيم علقة وحدة فيطرو ديال الماء مع بيكاربونات سوديوم ثم هما كيديرو الباكية كتدير ربع الدرام والصغيرة والباكية كبيرة كتدير ست الدرام تهي ركعتم مع كمية كبيرة ممكن أنكم تخز تديرو ديرو هالطريقة هادي من خمستاشر يوم خمستاشر يوم كحماية الأرانيب ديالكم وباش ما تنسوش يعني فوقاش درتو الدو وفوقاش ما درتوش ممكن أنكم تدونو في واحدة مذكيرة ولاوش وريقة مثلا راني داويت الأرانيب ديالي في هذا النهار فوقاش خسنين داويهم وتحسبوه 15 يوم ديرو لادات جديدة وتبقاوا تعلقوها مثلا في شي شي مكان يعني في في الكاج في مكان قريب باش تبقاوا أنتم ديما عندكم ديراية يعني بالأوقات ديال الأوقات ديال التلقيح الأوقات ديال الأدوية أي وقت لادات يعني الصغار منين غادي يكبروا تحال عندهم ديال الوقت أي حاجة تكونوا مدونين في واحد المذكرة إذا الحلقة ديالنا هي هذه حاولوا أنكم تاخدوا هذه الفكرة بعين الاعتبار الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا خانيات خادية بالدعم ديالكم كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم سكيوا على زر الجام باش نزيلوا القدام وقنصر لكم فيديوهات لتفيدكم إن شاء الله وسكيوا على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة